فإذا هذا عمل عظيم خارق جدا من محبة لنا الله تجسد والكلمة صار جسدا وحل بيننا أخذ طبيعتنا عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد طبعا أخذ طبيعتنا بلا خطية وبارك طبيعتنا فيه أخذ طبيعتنا لكي يتعاطف مع الجنس البشري أخذ جسم بشريتنا بلا خطية لقد نابى عنا في إطاعة النموس الكامل النموس حكم علينا أننا خطاء فالنموس أحبائي مكتوب من حفظ النموس كله وعثره في واحدة فقد صار مجرما في الكل نحن في المسيحية لا توجد شيء يسمى الحسنات يذهبنا السيئات لا ففي المسيحية أي غلطة صغيرية ضد قداسة الله ضد مجد الله ضد طبيعة الله ضد كمال الله ضد صفات الله فهي خطية ضد الإله الغير محدود عقابها يكون عقاب غير محدود طب هاي الإشكالية اتحلت في مجيء المسيح في التجسد الإلهي الكلمة صار جسدا وحل بيننا أخذ طبيعتنا أطاع النموس نابع عنا ومش بس أطاع النموس ونابع عنا لكن أيضا لأنه هو الإنسان الكامل استطاع إرضاء الآب أن يوفي العدالة والمطالب الإلهية بالكامل النموس حكم علينا لأن نصرنا مجرمين ما فيش أي إنسان ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ولكن من ناحية تاني النموس بيظهر خطيتنا بيظهر بشاعتها بيظهر عقابها ولكن من ناحية تاني بيوجهنا ليسوع الكامل اللي أطاع النموس الكامل لم يفعل خطية لم توجد فيه خطية لم يعرف خطية ولأنه نابع عنا في إطاعة النموس استطاع أن يقدم الخلاص الكامل كحمل الله إذ رفع خطية العالم استطاع أن يرضي الله بل من محبة لنا مش بس تجسد وعمل نفس سوبرمان يعمل معجزات لا لا جاء لكي يموت على الصليب لكي يقدم الفداء والخلاص الكامل من محبة لنا مات عنا على الصليب يعني صار ذبيحة حب لأجلنا شوف مكتوب في رسالة أفسوس إصحاح خمسة الآية اتنين واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا لاحظ الكلام قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه تعرفوا سر الزواج عهد الزواج واحد من الأشياء مكتوب أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة إيش وأسلم نفسه لأجلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر